رعى رئيس لجنة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري الاحتفال الذي أقيم في مدينة بيت لحم بمناسبة إطلاق الأنجيل الأربعة التي خطها الراهب بولوس خانو باللغة السريانية وقد شارك في الاحتفال النائب البطرياركي للاتين في القدس المطران وليام الشوملي وعدد كبير من المطارنة والأباء الكهنة من مختلف كنائس الأرض المقدسة بالإضافة إلى شخصيات رسمية ودبلوماسية وحجد من المؤمنين وقال الراهب خانو إن إرادة الله هي التي شاءت له بأن يقوم بإحياء اللغة الأرومية في هذه الأرض المقدسة مشيرا إلى أن العمل معه استغرق ما يزيد على أربعمائة ساعة قضاها داخل دير القديس مرقص للسريان الأرثوذكس في القدس مبينا بأن الكنائس التي ما زالت تستخدم اللغة السريانية هي كنائس السريان الأرثوذكس والسريان الكاثوليك والموارنة